السلام عليكم. عمين ايه? يا رب تكونوا بخير. كل سلام من طيبين. رمضان كريم. يا رب ابنك كريم عينينا كلنا يا رب على الامة الاسلامية. وربنا يتقبل يا رب سيامنا وقيمنا ويعني يكرمنا ان شاء الله او يرزقنا بالرحمة والمغفرة والعادة من النار بازن الله. النهاردة دي اول لايف لنا في اول اسبوع في رمضان. النهاردة حنتكلم عن العادات الخاطئة اللي نضافها الشخصية للسيدة. سواء كانت بنوتة او مدام او حامل. عشان احنا فعلا في حالات كتير بتجينا في العيادة. واحنا دايما بنعمل على نقط معينة. عايزة بس النهاردة مش هكطر عليكم. ومش هطول عليكم ان شاء الله. احاول بس اقول معينة. ناخد بالنا منها. اول حاجة النظافة الشخصية اللي ايه? للسيدة. نبدأ بالبنوتة. انا تقريبا قلت الكلام ده في جزء منه بتاع جزء اللي ايه? حلقة الالتهابات المهبلية. لكن حنقول مثلا لو هي البنت الصغيرة قبل مرحلة البلوغ. احنا بنهتمل زي بنضافها الشخصية لها? اهم حاجة ان انا آآ لازم تكون لابسة الاندر بتاعها الام تبقى حريصة. ان الاندرات بتاعت البنوتة تبقى كلها اندرات قطن. ما يبقاش فيها اي حاجة خالص بريستر. ودايما الام تبقى حريصة. ان البنوتة لما تعمل الطويلت سواء بول او براز لما تخش الطويلت. لازم تنشف كواس جدا. وتضمن انها تختسل كواس جدا كمان. عشان احنا وتبقى عارفة ان هي كمان هتمسح بعد الطويلت بكلينكس. واهم حاجة يكون اتجاه المسحة سأقول للاطفال او للكبار من الامام للخلف. زي ما قلت. مش العكس. مش من الخلف للامام. يعني مش من خلف الامام لأ. من الامام للخلف. وارجع كده تاني مفضلش راحة جاية. يعني انا مفضلش بالكلينكس راحة جاية كده. لأ. انا عايزة من امام للخلف. وخلاص وقرمي في البسكت. لو عصت تاني. ولقيت المنطقة مبلقة. يعني مبلولة. يبقى انا اجيب تاني وانشف نفس الكلام. من امام للخلف. ماشي? اه كل سنة وانت كلكوا طيبين يا حبايبي. ربنا هيكرمكم يا رب. كل اللي بيكتب لي كل سنة وانت طيبين. ربنا هيكرمكم. يبقى دي اهم حاجة بس اعمل عليها استرسة الله يكرمكم. ماشي? طيب. في ناس تقول لي دايما نفق الفوط. يا دكتورة فاطمة نخش الطويلة يبقى في فوط موجودة نمسح بيها. ارجوكم الفوط دي تبقى عبارة عن قطن. والفوطة دي عشان انا نشب بها فعلا لازم تتغير كل ما خش الطويلة. فمش معقول طبعا هخش كل ما الطويلة هغير فوطة. فيبقى انا كلينكس اضمن. ويكون في بسكت في الطويلة. والبسكت ده مقفول. وبعد اخر اليوم في كيسة في البسكت وقرمي اخر اليوم. طيب احنا عايزين ايه تاني? نركز على الحاجة تانية. البنت خلاص كبرت ودخلت دخلت في مرحلة البلوغ. طيب لما دخلت في مرحلة البلوغ. انا النظافة الشخصية بتاعتها اثناء الدورة الشهرية ايه? اهم حاجة برضو بنأكد عليها ان هي لازم بتغير الباد او الفوطة نفسها اللي هي الفوطة الصحية بتغيرها كل اربع ساعات. ما ينفعش اعادها اكتر من اربع ساعات. لان دي بتقوى بيها كويسة جدا ان الدم ده بيها كويسة للميكروب. وده ممكن يعمل لها التهابات. تأثر على المهبل. وتأثر على عنق الرحم. وبعد كده ممكن تأثر عليها لما ربنا يكرمها. وتتزوج ممكن تعمل لها اه التساقات في الانبيب. وتعمل لها واجع في الحوت. خلاص? طيب انا خلاص البنت عادة مرحلة البلوغ. طيب لازم برضو اركز على حتة مهمة جدا. الامهات بتيجي تقول يا دكتورة فاطمة احنا في مرحلة البلوغ ما ينفعش اعمل ازالة للشعر. لا مهم جدا الله يكرمك. اللي يعمل ازالة ده من اول البنوتة من اول مرحلة البلوغ لغاية ما تبقى يعني متزوجة وتحمل وتخلف وكده. طيب ده ليه بقى? لان الشعر ده بيئة كويسة جدا للميكروبات والبكتيريا. فانا لازم طب ما تقوليش اقصه. الله يكرمك برضو. الام بتيجي تقول انا بقصه. لا ما تقصهوش الله يكرمك. شوفي انتي عودي بنوتك على فيه كزا طريقة لحلق شعر العانة. فيه عندنا ممكن عن طريق السويت. وفيه عندنا بالكريمات. البشرة الحاسيسة لو شو اعرفي بشرة بنوتك ايه? وفيه عن طريق اللي هو بالمكانات الشفارات. طيب هتقولي لي ايه احسن حاجة فيهم? اه يعني يفضل يفضل ان هو السويت ده بيشيل الشعر من الجدر بتاعها. ما بيخليهاش دايما ودايما بيعمل على تناعيق الشعر بما يطلع يطلع خفيف وناعم. طب فيه بنات تقولك لأ بيبقى وبيو جعني قوي ولا مش قادر عليه. فيه حاجة اسمها بينجي موضعي ممكن نجيبه سواء كان سبري او كريم بتستخدميه قبل الطويلت ما تخش الطويلت بتحضري الطويلت بتاعك عشان تخش تاخد شاور انا خلاص في الاختصال ولازم الازالة شعر العانة دي لازم بعد كل بريود عشان الطهارة. ارجوكي ارجوكي ارجوكي. يعني احنا كده خلاص هنختسل من البريود يبقى انا اخش ابقى مزبطة الحمام بتاعي وحطى الكريم قبلها بساعة او وبعدين استخدموا اه السويت مسلا ساعة وبعدين ابدأ استخدم السويت. او لو عايزة اعمل بالشيبينج مفيش مشكلة عندي. عايزة اعمل بالواكس برضو مفيش مشكلة عندي. عايزة اعمل بالشيبينج برضو مفيش اي مشكلة خالط. في دلوقتي الليزر صح كده? لما البنوتة تكبر مفيش مشكلة حتى لو عملت البنوتة الليزر وهي بنوتة مفيش اي ضرر خالص. يعني فيه امهات بتبقى جاية خايفة اعمل ولا ما عملش. لو حبت تعملها اهم حاجة بس قبل ما بتعملي ليزر بتكوني تزوري بس دكتورة النساء عشان تطميني ان ما يكونش فيها عندنا التهبات ان ما يكونش عندها تكايص على المبايد لان لو البنوتة عندها تكايص على المبايد وعملت ليزر انا بالتالي هطول في جلسات الليزر يبقى انا كده بدفع تلوس على الفاضي لازم اعالج السبب الاول اللي هو متسبب في زيادة الشعر كسفته ونموه وكميته عشان اعرف بعد كده اعمل ازلته ماشي طيب يبقى انا كده ايه البليوت طيب في حاجات تانية بقى السيدة بقى خلاص ربنا كرمها وتزوجت تزوجت في حاجات برضو مهمة جدا لازم اعملها قبل العلاقة لازم اعمل على غسل المنطقة المهبلية كويس جدا طيب اخسلها بايه بقى دكتورة فاطمة انا باستخدم غسول وبجيب احسن الانواع الغسول اللي هي الطبية وباستخدمها لأ مش عايزة اي غسول طبي خالص ولا عايزة اه الافراد تستخدم برضو الصابون والحاجات الطبية ولا الحاجات اللي هي بنستخدم فيها مواد كيموية طب الاختسال بايه ناختسال بمية يعني بمية عادية خالص تكون فترة من في الحمام عادي اختسل بيها عادي ما فيش اي مشكلة قبل العلاقة طيب الدكتورة فاطمة بتاعات بيقى مثلا مسك الطهارة الحاجات اللي هي بيقى لها روايح عشان تبقى ريح الكلام ده كله لأ ما فيش مشكلة ممكن الدكتور يكتبلك على غسول طبي ده عشان ايه الرائحة لكن على فكرة في ناس عندها اعتقاد خاطئ انها عندها الالتهابات هتروح للدكتور يبقى اكتب لها ايه الدكتور هكتب لي غسول مهبلي الغسول المهبلي يا جماعة بيشتغل على البكتيريا من برة لكن ما بيعليكش الالتهابات من جوه مشي طيب احسن حاجة المنطقة تكون دايما جافة واستخدم دايما مياه ايه تكون فترة ولا ساعة ولا سخنة بلاش المياه السخنة الله يكريمج عشان برضو ساعات سيدان تيجي تقولي انا باستخدم المياه السخنة باجيب الدش الدش يا دكتورة فاطمة اللي بنستحمى بيه وبنوجهه عشان ده بيهدي الدنيا شوية لا بالعكس انت بتقتلي البكتيريا الطبيعية الموجودة على المهبل بالمياه السخنة دي فخليها مياه فترة زي المياه بتعملي بيها بتحمي بيها البيبي صغير طيب حاجة تانية انا بعد العلاقة خلاص العلاقة الحمد لله كده خاص اعمل ايه مفروض ده لو انا عايز حمل بنام من نص ساعة لساعة لو انا مش عايز حمل يبقى انا هقوم على طول على الطويلت وهقض على الطويلت عشر دقايق او ربع ساعة وانا فتحة الشطافة لمدة كده خمس دقايق او عشر دقايق كتير قوي وخلاص واقوم بعد كده اناشف نفسي خالص وبعدين بعد كده اقوم ايه اختسل عشان ايه الطهارة طيب فيه سيدات بتعمل ايه بتقوم بوضع الاصبع في المهبل تقولي عشان انضف نفسي فيش حاجة اسمها كده مفيش حد يحطه صبعه في المهبل خالص بعد العلاق لان انت فيه بكتيريا سبحانه وتعالى خليقها بكتيريا طبعية البكتيريا دي انت بدخول الاصبع ده بتخلي البكتيريا الموجودة برا على المهبل بتخش جوه فين عند عنق الرحم وكبان حاجة تانية انت بتمويش البكتيريا الطبعية اللي موجودة في المهبل اللي هي بوظيفتها بتقلق اي بكتيريا دخل عليها فبتخلي تخلي البكتيريا ضرق تنشط اكتر. فانت بتجيبين نفسك انتهبات. ومهما دخلت حتى الاسبع وكان حتى كنت يغسلها كويس بالمية والصابون اعماله حتى ضعقيم. نفسك في بكتيريا احنا مش بنشوفها بالعين المجردة. فارجوكو ارجوكو محدش يقوم يحط بالاسبع او يقوم بوضع الاسبع في المهبل ابدا بعد العلاقة خالص. دي ننساها خالص. طيب انا كده خلاص الحمد لله اتهارت وكده خلاص. طيب انا دكتورة فاطمة اه فيه رزب بتنزل علي. اه انا اكدت برضو نفس الكلام. السيدة لازم كل اربع ساعات اغيرها. ماينفعش اسيبها اليوم كله. طيب ايه تاني? لو في اي اسئلة حد عنده اي حاجة واحنا بنتكلم? دايما ايه مش نسيانة حتى في رمضار. ربنا هيكرمك يا شيومو يا امر. مريم ساعة. يا شيومو. مزايا واضرار التنبون. اه. في حد بيقول لي دي دكتورة مريم. بتقول لي ما زي اقدر. التنبون ده ايه? عشان فيه ناس ما تبقاش عارفة عنيه التنبون. التنبون ده هعمل حاجة زي الاصبع كده. وهي بتكون عبارة عن مادة معينة زي القلوس. بس بتقول انها على هيئة رول. دي اه موجودة برة في الدول الاجنبية. دايما السيدات بتستخدمها. وبتقوم وضعها في المهبل. كسدادة كده للمهبل. عشان بتقوم بايه? بيمتصاصل ايه? الدم ايام ايام البريود. وبتغيرها. ممكن تقعد بليون او هي لها عدد ساعات معينة المفروض يعني. فيه منها تمن ساعات وفيه اتناشر ساعة وفيه يوم وفيه يومين. بس المشكلتها في ايه بقى? ان انت بتحطي كأنك بتحطي حاجة داخل المهبل. فبالتالي بتبنعي التهوية بتاعت المهبل. وكمان بتخلي الدم يبقى موجود في المهبل فترة. فدي بيئة كويسة يحصل لك التهبات ويحصل لك ميكروب. فانت كده من ضمنها ممكن توصلي لحاجة اسمها سيبتك شوك. يعني تسمهم في الجسم تخيالي. فانا ما مفضلش خالص التنبون ده خالص ولا بنفضله. فيه ناس بيترجاء ليه في المصايف. او الصفر. يعني انا مسافرة مسلا من مشوار او راحة صيف او كده. فمش واقول حنزل وانا عليها ببريود. فنجيب التنبون دي. وهي موجودة اصلا وبتتبع. على فيه مواقع كتير جدا بتبعها. وموجودة في السيدريات كمان. بس انا ما مفضلهاش. زي بالزبط حاجة اسمها كأس الحيد. فيه ناس برضو بيجيبوا حاجة اسمها كأس الحيد. دعبارة عن زي كاس كده. بيكون مصنوع ماد السيليكون. السيدة بتقوم بوضعه في المهبل. ايام البيريود من اول يوم البيريود. وليه وقت معين بيتغير فيه. وهو مقاسات. كل سيدة بتختلف من التانية للاخرى. وبرضو بيجمع فيه اللي هو الدم. وبتقوم بغسله. وترجع تحطه تاني كل ايام البيريود. برضو نفس الكلام. آآ برضو بيقى كويسة جدا الميكروب. وممكن يعمل التهابات في عنق الرحم وفي الحوض وفي الانبيب. فمنفضلش الحاجات دي. خلينا في الحاجات طبيعية. يفضل لو نرجع لأيام زمان اللي هي الفوض الصحية الموجودة دلوقتي اللي هي القلوز والحاجات اللي هي موجودة في السوق دي. دي حاجات فيها مواد بوليكستر وفيها مواد دي لقوا انها بتعمل الناس معينة حسية. وفيها مواد معينة لا قدر الله لا قدر الله مع الفترات الطويلة ممكن بتسبب مشاكل. لو نرجع زي زمان الفوض القطن الصحية بس هي مشكلة السيدات حي دقوا تقولك ايه? الغسيل ومش فاضين وبننزل وحنقعد ننقع ونغلي. يفضل ده دي لقوا ان دي احسن حاجة صحية. في ايه تاني. افضل مضاد حيوة بعد السويد. اه. لو انا عايز عمل سويد. دي برضو من الحاجات اللي ممكن نسأل عليها. لو انا عايز اعمل سويد. يفضل ساعات فيه ناس بيطلع لها حبوب كده في البشرة بعد ما تعمل السويد. في حاجة اسمها فيوسي كورد. ده كريم ممكن استخدمه قبل البريوت بتلات يام. قبل ما اعمل سويد بتلات يام. وكمل عليه المدة بعد ما اعمل ازالة الشعر بسويد تلات يام. عشان امنع ان اي بكترية تكون موجودة في الجلد اللي برا على العينة. وعشان ما يجي لش اي او ميكروب. لو البشرة فعلا حساسة. اه. في حاجة تانية. الدش المهبلي. ارجوكو ارجوكو. مش عايز حد يستخدم دش مهبلي. ارجوكو ارجوكو. اي حد عن دش مهبلي في بسك في كيسة ويرمي في البسكة خالف. الدش المهبلي ده حضرتك بيعبارة عن ايه? عبارة عن كيس كده. بيبقى بلاستيك. وبيتوصل بخرطوم طويل كده. الخرطوم ده السيدة بتحطه في المهبل. وبتفتح عليه مية او غسول او كده. وبتخش جوه كأنها ايه? بترش الجنينة او بترش مية او بتنظف المهبل من جوه. ده بالعكس ده بيدخلك بكتيريا اصلا جوه. يعني ده بيعمل الالتهابات في عنق الرحم ويعمل اللي كرحة ويعمل اللي كمان انسداد في الانبيب. ويعمل الالتهاب في الحوض. فاحنا ليه? ما خلاص ما فيش حد دلوقتي بيستخدم الكلام ده خالص دلوقتي. اضرار الدش انا قلتو مدام كده. كل سنة وان طيبة مدام نبيلة ربنا يكرمك. امرت الاحزان حبابتي ربنا يخليكي كل سنة وان طيبة يا امر. كأس الحيد وقدران انا قلتو يا مدام حنان. اه طيب احنا اه الفطريات اللي ازي اكل اه. فيه ناس بقى بتقولك اه دكتور فاطمة لما يكون عندي التهابات اه احط زبادي في المهبل. لأ انا مش عايز كده خالص لانه اصلا البيئة اللي ربنا خليها لنا في المهبل هي بيئة حميدية. لو انا حطيت فيه ناس يقولك حط زبادي احط خل احط كربوناتو. لأ الحاجات دي كلها غلط لان الحاجات دي بتخلي النورمال فلورا يعني البكتيريا الطبعية اللي ربنا يخلي اهنة دي بيحصل لها انها بتموت. لان انت كده ببتخليش البيئة اللي هي بتنشط فيها. وبالتالي بيحصل لها زيادة في الليل تهابات. لكن انا ممكن اعمل حاجة تانية بقى. ممكن اكل الزبادي. لو انا حاكل منتجات الزبادي بالذات عشان فيها حاجة اسمها برو بايوتكس اللي هي البكتيريا الطبعية اللي انا ممكن اخدها دي بتبقى موجودة في المهبل. فدي كل مزيد اللي هي البكتيريا النفعة اللي موجودة في المهبل. دي بتحميني وتقللي احتمال اه حدوث اي فطريات في المهبل. الغسول المهبلي. اه ما انا قلت يا مدام حنان انا يفضل ما استخدمش اي غسول خوالس بهبلي. الا لو الدكتور طلبه. وبصراحة احنا مش بنستخدم الغسول المهبلي. الا لو في حالات مسلا عايزين اه ريحة كويسة او اودر. لكن اه معظم الغسول كلها بتشتغل على البكتيريا اللي هي بتبقى موجودة في الجلد من بره. واحنا عايزين نقتل البكتيريا الايه? النفعة. بيظهر حبوب بعض السويات المفروض اه انا قلتها مدام اه انا ما متقاسر. قبر التيتونس بتتاخد اه دي وقت في الشهر الكامل. التيتونس يا امر انا حارض طبعا ده خارج الموضوع بس طالما هي كتبتلي مدام جانا. اه يبقى احنا كتب ممكن التيتونس دي على حسب هل انت اول بي بي ليكي يعني بكرية ولا والده ولا ده فيه مرادة متكررة. لو انت اول بي بي ليكي بتاخد حقنا بناخدها في الشهر السادس وحقنا بناخدها في الشهر الايه التامن. وفيه ممكن سادس او ايه? او سادس او سابع. على حسب ما انت بتروح تسجيل نفسك تصحة القريبة منك وبيحددونك الجرعتين بينهم بيبقى شهر. اه ولو حررك حتولدي في مكان اه يعني خاص وفيه تعقيم كويس يبقى حرك ما تهددش الحوان اصل خارج. يعني احنا بنقولك بصراحة. لكن حتولدي في مسلا مستشفى مسلا حكومة او اه يعني اماكن في ارياف او في السعيد او الحاجات دي اللي هي بتبقى مش واسقة من التعقيم فيها فيفضل ان احنا ايه? ما ناخدش الحوانة دي خالص. انا قلتها يا مدام جانا الحوانة في الشهر كام والشهر كام? ماشي امر? قلتها لك والله امر. الكربوناتو تنفع النظافة اه انا قلت هو ما فيش حد يستدن برضو الكربوناتو لان الكربوناتو بتعمل بيئة قلوية. فانتي كده حتغيري الحاجة اسمها البي اتش يعني الرقم اللي هو البيئة الحمضية اللي موجودة في المهبل اللي بتنمو فيها البكتيريا الطبعية. فانتي بالتالي حتبوتش البكتيريا دي وتخلي البكتيريا الضارة هي اللي تنشط. تتاخد امتى? قلتلك والله يا مدام جانا. فيه اكياس زي الفجيل والبيدالكين الغسول المهبلي كويس ولا لأ? اه بصي احنا ممكن نستخدمها على حسب نوع البكتيريا الموجودة فيها. هل هي فتريات ولا هي بكتيريا? وممكن نستخدمها فيش مشكلة. بس ده كله اتفقنا على الحاجة. ان الالتهبات دي بتبقى التهبات موجودة في المهبل من الداخل. لكن الغسول ده حاجة انا بستخدمها من الخارج. يبقى انا كده مش بعالج حاجة خالص. انا بس بعالج لو في ايه? لو في هرش? لو في حكة? بس. لكن انا معالجتش السبب. السبب بوجود البكتيريا او الفتريات جوه المهبل. اللي هي بتقى موجودة جوه المهبل وفي عنق الرحم. لكن انت من بره ده كده اي حد يجي يقولك خدي الغسول ده. ساعت مثلا ما سيد ده تكون تعبانة تروح السيدة يقول له خدي الغسول ده استخدميه. انا ما معالجش السبب. انا كده السبب موجود جوه في المهبل او في عنق الرحم. مش شرط السيدة تيجي تيبقى عليها افرزات. يعني مش شرط يبقى عليها إفرازات عشان يكون عندها التهابات لا ممكن تكون فيه ميكروب او التهاب موجود في عنق الرحم والسيدة مش حاسة به بس هي حاسة بحكة او حاسة بحرقان حبيبتي يا مي ربنا يكرمك يا رب يا رب اكون خف عليكم مش حابة طول عشان احنا في رمضان كل سنة وانتو طيبين ولو اي حد ليه اي سؤال في العادات الشخصية اللي هي بمنطقة العالم يبعتها لي في اللايف ان شاء الله على الكومنت وانا هرد عليه بإذن الله اشوفكم في خير وسعادة وسلام وكل سنة وانتو طيبين رمضان كريم عيننا كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته